السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة ابدى واستمتع قناة الابداع والتميز دائما وشرح جديد ان شاء الله يفيدكم وبالنسبة لناس منشئ المحتوى واصحاب قنوات اليوتيوب النهاردة نتكلم عن جزئية جوهرية جدا اعتقد مشكلة قبلة كل انسان شغال على اليوتيوب وكل انسان بيرفع فيديوهات على قنوات اليوتيوب وهي انه في بعض الفيديوهات مش متفعل فيها الربح اولا عشان نعرف الفيديو متفعل فيه الربح او لا بتخش على اليوتيوب بتاعك الاكاونت بتاع اليوتيوب وبعدين بتخش على اليوتيوب ستوديو وجوه اليوتيوب ستوديو هنا هوت بتلاقي الكنتنت بتاعتك وبعدين بتخش هنا هوت على الفيديو هتلاقي هنا هوت علامة الاس دولار معمولة بالاصفر يعني بص تحت كده هتلاقي الفيديوهات اللي بالاخضر معنى كده ان تفعيل الربح عادي جدا مفوش اي مشاكل ولكن الفيديو هنا تحديدا باللون الاصفر معنى كده ان الفيديو دوت مش متفاعل في الربح يعني الاعلانات مش هتوضع فيه هنهوت بيقولك يعني باختصار ان الفيديو دوت تمام قد يكون مقيد بالنسبة لبعض المعلنين تمام لانه في محتوى غير امن لاغلب منشئ الاعلانات او مقدم الاعلانات تمام ولكنه بيظل متاح للناس ان هم تعمل سبسكريبشن في قناتك يعني تقدر تكسب منه فلوس لو انت عامل اشتراكات في قناتك بفلوس تمام وده طبعا مش اللي احنا عايزينه احنا عايزين نفعل الربح عادي جدا زي وزي اي فيديو تمام وننزل عليه الاعلانات هنخش على الفيديو اهو اللي انا فيه اه 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 ادفرتيزنج يعني او الاعلانات فيه مقيدة او اه متوقف في الاعلانات وبعدها بتخش على حاجة اسمها منتايزيشن انهوت اللي هي تفعيل الربح هتلاقي انهوت ايه معمول المتد المتد يعني مقيد تمام برغم ان هي اون ولكن معمولة بالاصفر يعني اه الاعلانات مقيدة فيه تمام هتيجي انهوت على اليمين خالص وتعمل ريكويست ريفيو ريكويست ريفيو يعني انت بتطلب اعادة النظر في هذا الفيديو فطبعا بيجي لك شخص اه شخص عادي يبخش يشوف المحتوى ويقرى الدسكريبشن ويشوف التاجز اللي انت حطتها وبعدين بيحدده هل فعلا الفيديو مسموح لوضع اعلانات ولا يفضل يفضل مقيد من ناحية الاعلانات وما تحطش عليه اعلانات طيب النصيحة انهوت اللي لازم تعرفها ان انت لما تحط فيديو حتى لو انت متأكد مية في المية ان الفيديو مفوش اي شيء خارج يخليه يقيد الاعلانات عليه يعني مثلا على سبيل مثال الفيديوهات دايما اللي بتتكلم عن تفعيل او تنشيط مثلا برامج معينة او كراك لبرامج معينة تنشيط الويندوز تفعيل كل الحاجات دي بتكون مقيدة ما بتعمل لهاش اعلانات فانت تخلي بالك ان انت لما انه عاديت من الفيديوهات مية في المية مش هتحط عليها اعلانات طيب لو انت متاكد ان المحتوى بتاعك مفوش اي حاجة ضد قوانين اليوتيوب تمام هنا في الحالة تحلى تلاία لازم تخش تتأكد من الدس creativity ومن وصف الفيديو فتخش انهود على الفيديو ثاني تمام بترجع لالStill Editor تمام وتخش تتأكد من العنوان بتاع الفيديو تراع لعنوان مفوش اي حاجة ضد قوانين اليوتيوب بعدين تراع la description بعدين تتاكد انه ما في اي كلمة كلمة كراك كلمة تنشيط تفعيل تحميل كلمات دائما هما بيقفوا ضدها على اساس ان هما ما يسمحوش باي حاجة ضد القانون او المخالفة للوائح بتاعتهم وبعدين برضو بتخش تتأكد ان التاجز مفهوش اي حاجة ضد اللوائح المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية بعد ما بتخلص كل دوت بترجع تاني تخش للمونتايزيزيشن وتتأكد ان انت خلاص عملت كل الخطوات اللي قلنا عليها وبتعمل انه هو تريكوست ريفيو بتخش على ريكوست ريفيو بيقولك اذا كنت متأكد ان انت راجعت الفيديو وراجعت السابنيل بتاعك والميتا داتا اللي هي البيانات الفيديو والدسكريبشن بتاع الفيديو والوصف بتاعه والتاجز وكل حاجة تمام بعد ما بترجع الحاجات ديت خلاص هيتم مراجعة الفيديو بتاعك مرة اخرى فانت بتقول له موافق تمام اهي تقول له اي هاف دابل تشيك يعني انا عملت تشيك او فحص مرة اخرى على الفيديو وانه هو يعني موافق او لتعليمات اه يعني لتعليمات الاعلان عبر اليوتيوب بعد ما بتعمل علامة الصاحب بتعمل هنا هو تريكوست ريفيو اهو تماما بيقول لك الفيديو اس بينج ريفيود هنا هو بيتم مراجعة الفيديو خلاص لتأكد ان هو موافق لي اه قوانين الاعلان على اليوتيوب خلال يومين او تلاتة بالكتير بيجي لك الرد على الفيديو بتاعك وان شاء الله الفيديو بيتم تفعيل اه الربح عليه طالما انت متأكد ان المحتوى بتاعه اه جيد وليس في اي مشكلة ضد حقوق الملكية او الحاجات اللي احنا ذكرناها ارجو انكم استفدتم بفيديو النهاردة ويا ريت ما تبخروش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله